اشتركوا في القناة من العاملين في البنك بما يسهم في استقرارهم الوظيفي كما اطلع حميدان على دور البنك في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المولدة للمزيد من فرص العمل للمواطنين وأشاد سعدة وزير العمل بتعاون البنك مع مشاريع التوظيف في الوزارة وحرصه على دعم المنتج الخدمي بالمصرفي وبالكوادر البحرينية المؤهلة في مختلف العمليات المصرفية وأكد أن التزام البنك بتعزيز خبرات كوادره الوطنية وتنمية مهاراتهم القيادية يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وأكد الوزير على أن وزارة العمل وبالتنسيق مع صندوق العمل تمكين تواصل جهودها في رفض القطاع المالي والمصرفي في البحرين بالكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة على شغل مختلف الوظائف الإدارية والفنية والقيادية في هذا القطاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر